مرحبا فيكم حبايا ببرج الميزان شو مخبيلنا؟ هاي القراءة رح تكون لأهم الأمور أو التوقعات أو التحذيرات فإن شاء الله يكون شهر حلو شايفيتك يا ميزان لسه عايش شوي في طاقة الماضي ما عم تنسى خلينا نشوف هلأ شو اللي ما عم تنسى نسحب كروت كنتيجة أو كخلاصة للموضوع للقراءة عشان ما أنسى خلينا نقول الطاقات اللي رح تتعامل معها أكتر إشي هذا الشهر أو الطاقات اللي موجودة في الأوراق هوائية نارية أكتر إشي كمان مائية هدول أكتر طاقات ظاهرة عندي بيّن يا مرج الميزان في منكم شايفيتك عم بتقارن أو الطرف الآخر عم بيقارن عم بتكون يعني خلينا نقول عم بتكون كتير محتار بين شخصين أو بين أمرين رح تاخد قرارك ناحية الشريك شايف الشريك كمان كتير زعلان يعني أنتو التنين مزعلين بعض خيرات الله كتير عم بشوف زعل وكتير عم بشوف تراكمات بناتكم لكن شايفة في نهاية الشهر ممكن يكون من ثالث أسبوع لنهاية الشهر شايفة في مبادرة من أحد الطرفين في مصالحة في يعني في بوادر خير لهذا الموضوع مع أنك حاولت أن تستشفي شايفيتك يا برج الميزان يمكن الطرف الآخر هو اللي غلط فيك ما بعرف لأنه أنت مبين كتير مجروح وكتير زعلان أو أنتو التنين يعني زعلتوا بعض وشايفيتك عم تحاول تستشفي من هذا الموضوع عم تحاول تطلع هذا الشخص من راسك أو من حياتك ولكن أنا شايفة في رجعة بناتكم في مبادرة وفي يعني أشياء حلوة بناتكم لسا ما نسيتوها شايفيتها أنها رح تتجدد هاي الفترة شايفيتك حبيبي الميزان شايفيتك عم تحمل حمول كبيرة في كتير عليك مسؤوليات ممكن مادية عم بشوف يعني كل إشي محطوط على راسك أنت يعني إذا كنت متزوج فأكتر أكتر الحمل بيكون عليك مش على الطرف الثاني أنا شايفيتك حامل حمول كتير كبيرة فيعني هاي هاي الأمور كلياتها رح شوي شوي تخف هون في طاقة جميلة جدا يعني خاصة طاقة روحانية بينك وبين الحبيب ممكن أنكم تتشاركوا هاي المشاكل أو هاي المسؤوليات مع بعض شايفة إنه الشريك بيفكر فيك بطريقة كتير حلوة عم ياخد عنك أخبار أو عم بيسأل عنك عم براقبك من بعيد ولكن أنت هاي الفترة مسكر قلبك مش حابب أبدا أنك يعني وكأنك زعلاني كتير أو ما بعرف لأنه هون في عندي طرف تالت عم بيحاول أنه إما أنه هذا اللقاء ما يصير أو هاي العلاقة ما تستمر أو أنه فعلا عم بيعمل أعمال مش منيحة أعمال اللي إحنا بنعرفها لأنه هدول الكرتين مع بعض يعني أعمال فيعني ما بحب هاي الكروت بس بتظلها تطلع لي كمان بزيدك من الشعر بيت كمان أنت محسود يعني مش بس فحاول أنك تطلع من هاي أو أنا عم بشوفك أنه عم تستشفي يعني أنا عم بشوفك عم فعلا بتحاول تتخلص من هاي الأمور للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد بناتكم في شوية شك في طرف عم بشك بالطرف الآخر بعلاقة ثلاثية ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر كتير رح تصفى شوية العلاقات بس بدها شوية وقت يا برج الميزان بدك شوية وقت تصبر بسبتمبر على الشريك بالنسبة للعمل شايف فرصة حلوة كتير بالنسبة لللي بشتغلوا واللي ما بشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك يعني ما كنت مخطط لها أنت كنت عم تبحث عن عمل تاني أو مقدم لشغل ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة مش متوقع وعلى فكرة فيه يعني فيه أموال أو فيه فلوس حلوة كتير من هذا الشغل فيه ناس عم بيفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع أنا عم بشوفه كتير يعني عم بمشي لاتجاه حلو أو إنه ترقية للناس اللي عم بستنوا ترقية لأنه عم بشوف أموال فهي من الترقية شكلها من الترقية في العمل للعزاب فيه احتمال أنه يعني يتعرفوا على شخص جديد ما كانوا يعرفوا قبل هذا الشخص رح يكون مش عارفه إما أنه أنت عم تحكي معاه على الانترنت لأنه شايفيته فيه اختلاف كبير بينك وبينه إما بالعمر أو بموضوع معين هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن مائي أكتر شي طاقته بتبين شخص مادياته كتير ممتازة بيحب الحب يعني رومانسي شوي خلينا نقول رومانسي وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث بتعرفوا أنه هذا شخص مناسب أنا بحكي للعزاب متسلقين أرامل اللي ما عندهم شريك في حياتهم وعم يستنوا نصفهم الآخر بس شايف منك برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم طاقة زعل فحاول أنك تطلع من هذا الموضوع بأقرب وقت ممكن لأنه الورق يعني مليان بشاير أنا بعرف أنك بتعاني خاصة من الطاقة السلبية خاصة من الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير يعني أنت بالطريق الصحيح فكمل الاستشفاء شوف إذا فيه تحذيرات لهذا الشهر لبرج الميزان تحذيرات بيقول لك أنه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت أنه أنت شوي مبعد روحانيا عن ربنا أو عن روحانياتك فإرجع للقرآن إرجع لصلواتك لدعواتك إرجع زي ما كنت لأنه أنت بالأساس شخص روحاني جدا يعني شو فيه أحلى من هيك روحانيات أنت شخص كتير كتير روحاني هدو الكرتين مع بعض يعني أنت على تواصل روحاني كبير جدا فخليك يعني زي ما أنت إذا كنت على روحانيات عالية وإذا لأ أو خفت شوي بلش إرجع زي ما كنت عم بشوفك فيه تحذير آخر أنه فيه أصدقاء فيه أشخاص عم بيكنولك الشر عم بيوصلولك أخبار وهي الأخبار عم بتكون غلط عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الأشخاص طالع من عندهم حسد بالنسبة لإلك فدير بالك حبيبي خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لإلك وكرت للشريك للي عنده شريك بالنسبة إلك بالنسبة إلك بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت العلاقة خلص بطل فيها أي أمل وكأنها هيك العظمي خلص يعني شخص يعني مات وشي بعموت هيك أنت عم بتفكر بالعلاقة أو عندك هواجس من هذا النوع هذا بالنسبة إلك بالنسبة للشريك على العكس تماما الشريك شوف فيه لفة معينة فيه ولكن هاي اللفة يعني أو بطريق نحو الارتباط طريق نحو خلينا نقول التطور في العلاقة يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير وإنت عم بتفكر كمان بالارتباط من هذا الشخص فعقل الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي أكتر سلبية الشريك عنده أمل أكبر في هاي العلاقة طيب نشوف بالنسبة للمصائح الله أكبر عم بقدم بقولك إنه أنا آسف بس بقولك أنت كتير هاي الفترة كتير قاسي عم بتكون كتير قاسي على اللي حواليك أو على الشريك يعني وكأنها أفكارك عم بتكون كتير تف كتير أحكامك قاسية شوي يمكن أنا ما بلومك يمكن من كتر ما عشت صدمات صارت أحكامك قاسية أو أنت صرت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار أأسى من زمان يعني برجي الميزان طيب ولكن بقولك هاي الفترة أنت عم يعني كانوا بيحذرك بيحكي لك أنت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك فشوي يعني هون بيحكي لك اختار الحب بيقولك أنه اختار الحب لأنه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي أنت فيه أو رح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين أو لشريك لا للأصدقاء حب حتى الأشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة إيجابية عند الشخص وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل أشكاله لحتى يساعدك أنك يعني تتعدى أو يعني تمشي في التحديات اللي أنت عم بتمر فيها فبيقولك بالحب تقدر أنك تتخطى هالأمور لا بالانتقام ولا بالأفكار القاسية ولا بهاي الأمور كلها لا كون كما عهدناك يعني هذا الكرت شي يعني رح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عندش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة بقولك أنت من الناس اللي عندهم حاس سادسة أو قلتلك أنت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون أنه خلي الحاس السادسة أو خلي إحساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كلهاتنا بنعرف برج الميزان عامل بلانس بحياته بيفكر بعقله أحيانا أكتر من قلبه يعني بيوزن الأمور فبيقولك اعتمد على حاس سادسة أكتر بيقولك كمان بيقولك أنه الدموع شغلة حلوة ممكن أنك تعيط ليش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت طلع قبل هيك بيقولك أنه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذبذبات سلبية ممكن أن تضرك فهو بيكون مثل الهيلر للسول تبعك بيكون مثل نوع من الاستشفاء أو أنك تطلع من الحالة اللي أنت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع مقلوب وكأنه بيحكي لك أنه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك أكتر يا برج الميزان خاصة في العمل رح تفتقد شوي لأنه يكون في عندك سبورت أو دعم فيعني رح تقوم في معظم الأشياء أو في أغلب الأشياء رح تكون أنت لوحدك ولكن أنا شايفيته أنه برج الميزان قدها الميزان من أذكى الأبراج وممكن أنه يعني يحقق كتير نتائج بفترات أصيرة في عندهم ذكاء ما شاء الله بيقول لك ما تشطلت حالك اختار هدف هدف اختار جول جول لحتى أنك تعملهم بيقول لك أنه طاقتك عم بتروح ناحية كتير أفكار وعم بتشتت حالك بأكتر من فكرة بدك تنفذ أكتر من فكرة في نفس الوقت بيقول لك بيقول لك أنه ركز أكتر على موضوع معين كل فترة يعني ما تضيح حالك بأكتر من شغلة في أكتر من يعني في الوقت نفسه فبس بيقول لك الأنجلز هلبيو يعني عم بتساعدك في كل الأمور ولكن أنت اعمل فوكس على شي معين ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير أو تشتت انتباهك لأكتر من شغلة بهاي الفترة خد الأمور شوي شوي بتأني هون بيقول لك أنه انتظر بيقول لك إذا ما زبط معاك موضوع فما تيأس في قدامك كتير options كتير فرص كتير أفكار فإذا كان فيه يعني شي أو ما عم يزبط ففيه يعني options كتير بيقول لك ما تزعل يعني برضو الانجلز رح تكون يعني guide you رح ترشدك ورح تكون معاك ورح تحاول انها تريحك وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي انت فيها شايف روحانياتك حلوة لبرج الميزان بيقول لك هون أنه يعني لازم شوي تعمل رفرش لروحك انت إلك فترة عم بتعيش بالماضي عم بتعيش على الأطلال خلينا نقول عم بتفكر بأمور سابقة أو مواضيع ما كنت عم تحصل عليها عم تطلع عليها بطريقة كتير متشائمة فبيقول لك لا انه يعني اعمل رفرشنج لروحك اطلع انزل اعمل اه شغلات كتيرة لانه اه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى فما ما نكون يعني مركزين بس على الشغلات اللي احنا ما بنملكها هون شايتك هاي الفترة حبيبي الميزان رح يكون في عندك شوي وفرة مالية وهاي الوفرة رح اكتر شي تصرف على اللبس والخلينا نقول مجوهرات او الشغلات يعني البذخ اللي رح تعيش فترة انه تصرف على كتير على المظهر على هاي الامور فبيقول لك انه شوي شوي يعني ما تزيدها او تكترها انت اساسا بيقول لك انت اساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة بانه نغير نفسيتنا وكزا وشايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم تنشي على خير شغلة حلوة يعني عم بتزيد لهم اه طاقتهم الايجابية والثقة بالنفس هلأ بترككم تسألوا سؤال عشان نجاوب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين اه خلينا نشوف انه رح يتم ولا ما رح يتم فخلينا نشوف شو هو السؤال والاجابة نعم او لا رح تكون اذا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول بشكل تقريبي نعرف التوقيت واذا لا يعني انت وحزك لا شايفة انه هاي الشغلة رح تتير ولكن يا برج الميزان رح تتير على فترات بطيئة على خطوات بطيئة ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة في شوية عوائق رح شوي شوي تزول وتتحقف هاي الشغلة اذا نعم موسيقى موسيقى